حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد أخي بن عبد الأشهل عن سلامة بن سلامة بن وقش وكان من أصحاب بدر قال كان لنا جار من يهود في بن عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلامة وأنا يومئذ أحدثوا من فيه سنا علي بردة متاجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان الجنة والنار فقال ذلك لقومين أهل شرك أصحاب أوثاء لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحكايا فلان ترهدك كائنا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم قال نعم والذي يحلف به لودع أن له بحظه من تلك النار أعظمة نور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبقوا به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له ويحكا وما آية ذلك قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه قال سلامة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فأمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به ترجمة نانسي قنقر